أحبائي حبيباتي السلام عليكم من جديد في قناتكم نوميديا نشكركم لانضمامكم للقناة ونقولكم مرحبا بكم أتمنى أنكم تنضموا إلي كذلك في القروب على الفيسبوك هكذا بش تكبر العائلة دينا ولماذا لا تشاركوش في القناة نقولكم اشتركوا في القناة فضلا ليس أمرا وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديرو دي جام خلوني تعليق وبرتع جيوه مع أحبابكم الوصفة دياليوم عبارة على قطايف بزاف بنان محشيين بالمكسارات نروح مباشرة إلى المقادير وانتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو أول حاجة نبدأ بها نحن نحضر السيرو للشربات لأن نحن نعسل بها كورية القطايف نحن نحضره بكاس مناء السكر زوجكس مناء الماء شرائح مناء الليمون وفي الأخيرة نحن نعطره بالقليل من ماء الزهر من الأحسن ستعمل كاس لكون الحجم ديالو ميتين ميليلي لتر نضيف شرائح الليمون هذه الشربات لا يجب أن تكون خفيفة كما الشربات البسبوثة يجب أن تكون موينة نضيف شرائح الليمون تغليق 10 دقائق تفعليها وضعها بجانب هذه الشربات يجب أن تبرد تماما قبل الاستعمال نحضر الآن عجينة اللوز لنحشي بها كورية القطايف نحضرها ب3 كيلة من اللوز تستعمل أي نوع من المكسرات تستعمل كذلك الكوكو إذن 3 كيلة من اللوز نحضر لهم كيلة مرادية السكر القليل من ملافاني القليل من القرفة يقوم بإختيارية نخلص الجدد من الضهر في إناء أو أي حديث لهم قبل الحديث نضيف الآن هذه الكيلة تمام مراهنا السكر القليل من ملافاني نضيف كذلك القرفال يتبقى اختيارية غير لشة صغيرة فقط ونخلط جميع هذه المكونات تبدأ الآن نضيف المزهر غير بشوية حتى يتلملي هاد اللوز لا نديروش بزاف المزهر على خطر كش على بلكم مام السكر أو رح يتلق كذلك الماء إذا نديرو غير بشوية حتى نتحصل على هاد العجينة اللي نقدر نلمها في الدي هنا فقط نمريكم القوام اللي حين نتحصل عليه حين نقدر نشكل كورا يمين اللوز فاسي المون دفت القيصة فحين عندي 150 غرام القطايف في 250 غرام القطايف نعمل حوالي 85 غرام من الزبدا فقط نضيف حقوق الوزن الزبدا ونسيطن على طلع من وزن القطايف حين نستعمل 300 غرام القطايف فستعمل 100 غرام من الزبدا ويستعمل ماء التوجه للفرن نحتاج في هذه المزهر تستعملي سنوة عادية حطيت هكذا القطايف او الكنفة هكذا نقطع فيهم هكذا نحلهم لحبيدية لازم نحلهم كامل وما تقعد ليش هدوك التكاتولات بالنسبة لخواتي اللهم عايشين في فرنسا نقول لكم بلي هاد القطايف تلقاهم فاسيلمون عند المحلات لإخواننا المغاربة يصون باشير والنوعية لهم اهيلات جربتهم عدة مرات بعد محلة هذا القطايف نضيف في الزبدة وهنا هي بردت ونقعد هكذا نحرك ونخلط مليح حتى ندخل هذه الزبدة في القطايف جربتك لنقعد ونصر لنقعد ونقعد 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 إضغط في المليح نستخدم ملح المليح نخلق ملحق ملحق المليح نغلق ملحق نستخدم ملحق كيمس ان يمكن ان تأخير من فنجل وكيس بلاستيكي نخدم كوريات في كيس عديا اقدم فنجل وضغط الملح وضغط الملح ونتحصل على كوريا نضغطها مباشرة في الصينية لتكون مدهونة بالزبدة كملت كامل كمية الطيفي عندي شكلت كامل الكوريات الآن أخذت الكيس الفلاستيكي نضغطها في فوق الكوريات ونضغطها بالفنجال بشكل كامل المول ندخل المول فيما بعد إلى الفرن التي شعلتها مسبقا على درجة حرارة 180 درجة هنا هي الشيربات أو السيرو اللي حضرناها في البداية وهو برد 3 مواني سنعطره بالقليل من ماء الزهر في حين كما قلت لكم القطايف رهم يطيبوا حطيتهم هنا في منتصف الفرن كي تشوفوا القطايف دي ولكم تحمروا من تحت شعلوا لهم الفوق بشتدوا يتحمروا هنا هي القطايفة أني خرجتهم من الفرن بعد ما اكتسبوا هذا اللون الدهبي والآن دو كان يسقيهم هذيك الشيربات اللي حضرتها معاكم وهو مسخونين أن يسقيهم هكذا يا غير بالملعقة بش نضمن بليني حندير لهم الشيربات كامل بالتساوي المقالي ديال الشيربات التي تتهلكم في البداية جي سوا سوا مع كمية القطايف اللي استعملناها بعد ما خليت هذيك القطايف تشربوا مليح هذيك العسيلة او الشيربات أنا قلبتهم هكذا ينحيهم هذي البلا هامليك تنحوهم فاسيلموا باش نكمن نزينهم لحقنا الآن للمرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة التزين اللي دايما تبقى اختيار يا زينيهم بالفوق بأي نوع من المكسرات حبيتي أنا هنا اخترت شوية ديال بيستاش عنده لون شباب ونزيل لهم الفوق القليل من اللي فخوا يكون فيه هامليك القطايف اللي حدرته معاكم في شكلهم النهائي وش نقول لكم ماشي باش نشكر روحي وإنما والله يجو بزاف بنن افك انفير دوتي سي تخيبون وفي الاخير ما بقى اللي غير نقسم لكم باش شوفهم كيفاش جو متداخل جو طريين جو مشربين مليح الصورة تعبر على نفسها نتمنى بكل قلبي انكم تجربوا هذي الوصفة ونتمنى انها كذلك تكون نالت اعجبكم اذا الوصفة اليوم كانت عبارة على كورية القطايف محشين باللوز اذا نقول لكم شهية طيبة صحة فطركم تحياتي الخالصة لكم ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة